ما عرفش ليه هي بتبقى ماجنت أو مغناطيس للي شبهها يعني اللي شبهها أهلها بصي إحنا عندنا حاجة كده في السيكولوجي حاجة احنا بنقول عليها إجبار التكرار يعني إيه بمعنى إيه إجبار التكرار أنا دلوقتي دخلت خبرة معينة الخبرة دي أنا اخترت حاجة معينة أو اخترت طريقة علاقة معينة أعيش فيها مثلا والعلاقة دي أنا عانيت منها بصورة كبيرة غصب عني اللاوعي بتاعي بيدفعني إن أنا قرر التجربة دي بطرق مختلفة وعيش نفس الألم وأنا مش واخد بالي اللاوعي هو اللي بيحركني في حتة إجبار التكرار دي هي باين إنها مسيطرة على منها وهي مش واخد بالها منها مثلا أحد تقولك ده تخيل دخلت علاقة العلاقة اللي بعدها هو طبق الأصل هي بتجيبها غزبا عنها ولا ده بيبقى هي بتجذب بالنوع دي بدور بفكر بنفس الطريقة اللاوعي بتاعي بيوجه بنفس الطريقة وأنا مش واخد بالي فبيحصل نفس الاختيار وبيحصل نفس النتيجة وكل حاجة بتحصل زي ما هي فده اللي بيحصل دي حاجة إحنا بنقول عليها يعني هي دورت على اللي شبهها؟ دورت على شبه حياتها؟ على اللي شبه معاناتها هي بنتوجه كده لا وعيا للحاجة اللي بتخلينا نعاني زي ما كنا بنعاني زي ما إحنا مش واخدين بالنا وفاكرين إن ممكن ده يكون الأمل بس إحنا ده اللي بيشدنا هو المقياس أصلا بتاع الرجولة بالنسبة لمنه إيه؟ في الأول وفي الأخير هي بابا يعني رغم كل ده ودي واحدة من أزمات إن يكون الأب مدمن يعني فهي لفت وضارت واختارت نفس الحاجة أنا بشوفه بيهزق نفسه وسط عائله إنه ما يشوفه بالمنظر ده وإنه هو يبقى عامل كده ويقعد يحاول ويقارق ويعني ويحارب وفي الأخير ما فيش ما هي بقى مشكلة المدمن إنه هم بفكرش في كده خالص هو مش شايفك أصلا للأسف هم بيكونش شايف كل الالتزامات اللي عليه مش شايف الوجبات اللي عليه هو مش شايف حياته غير المادة دي لإنه هي اللي عليها محور حياته زي ما أنا قلت في تعريف الإدمان إن محور حياتي هي المادة دي أي شيء آخر مش فارق